تعالى بقى نشوف يا احمد لما موسماني حب يوجه رسائل بعد المباراة ازاي كانت الرسائل وزاي الرجل كان بيفكر وازاي يتكلم وده المهم لان ازاي انت لما بتتكلم بتبالي الناس شخصيتك ايه نشوف اول حاجة كتبها موسماني تعقيبا على تتويج الاهلي بيشكر النادي الاهلي بيشكر كابتن محمود الخطيب ومجلسه بيشكر المدير الفني السابق ريني فيلر اللي كان ليري سالة خاصة ليه اسامة هيبقى استعرضها وبيشكر الطاقم الفني كله وبيشكر سبعين مليون اهلاوي واعتقد يا موسماني احنا اكتر من كده بكتير وبنتكلم كمان ان الراجل بيفخر انه تواجد في سجلات وتاريخ النادي الاهلي زي ما اسامة كان بيقولكو ان كويس جدا ان يكون عندك مدرب حاسس بقيمة المكان اللي هو فيه الموضوع مش بسي فيه فعلا وشوفنا ازاي من المدرب زي ما اسامة الشغل في القسامة اللي هو بيفرق معاك كتير جدا كان عنده رسالة تانية كان عنده احترام ايضا للمدير الفني السابق ودي حاجة هو مش مقبر عليها ولكن في النهاية هو الراجل مقتنع تماما انه هو جاء استكمل مسيرة بطولة منتهية وده الرسالة اللي بعتها لريني فيلر انه هو خلاص الراجل جاء بعد ما كانت البطولة اتحسمت فبالتالي هو جاء يحافظ على الشكل او الستايل في النهاية وبعد تحية لريني فيلر ولكن فيه نقطة مهمة جدا عملها مسيماني في الاربع مرات اللي عابوا في الدوري انه ما تلقاش ولا هدف ودي نقطة مهمة جدا برضو لازم يعني نلفت الانتباه لها لان مهمة جدا برضو ان الراجل يكون جاي مدرك ان وقت ظروف زي مباراة برامد يكون ناقص لعب ويطلع محافظة عن نفس الشباكو ويروح الوداد محافظة عن نفس الشباكو وبس هي مباراة واحدة اللي يدخل فيه هدف اللي كانت حسمت وكان غير اجر او اجرى خمس تغيرات فاعتقد مسيماني كل البوادر الخير او يعني تقول الجواب بين من عنوان وشكل كويس ولكن لسه برضو محتاجين ان النتاج تحقق الارض الواقع يحقق بطولات عشان نبدأ نحط مسيماني في مكانه هو وارد جدا يوصلاه مكانة مدربين كبار جم قادو النادي الاهل